الحقيقة الموضوع الآن أحرج كثيرا صحيح السياسين العراقيين طالما سمعوا هذا الكلام كثيرا من الشعب العراقي قبل قداسة البابا فرنسيس كانوا يسمعونه ولا يزالون يسمعونه عبر وسائل الإعلام وعبر اللقاءات وعبر السوشال ميديا والأمور معروفة وحتى بعضهم يعترف بذلك ولكن الآن بعد زيارة البابا إلى العراق وبالنتائج التي ترتبت عليها وبالمفاجئة الكبيرة التي ظهرت بها هذه الزيارة على مستوى الترتيب والإعداد والتنظيم وكذلك اللقاءات وطبيعة التفاعل بين البابا وبين العراقيين جميعا بين المسلمين والمسيحيين بين كل الأديان والأعراق في بلد تعدد مثل العراق الآن أصبح السياسيون في وضع حرج في الحقيقة بعد أن سمعوا هذا الكلام من أعلى مرجعية دينية مسيحية في العالم بعد أن كانوا قد سمعوه من أعلى مرجعية شيعية في العراق حيث أن الخطب الجمعة كلنا نتذكرها التي تصدر عن مرجعية النجف كانت دائما تؤكد على هذا الموضوع سواء كان على موضوع الفساد أو السلاح حتى أن المرجعية قالت في آخر خطبة ربما أن صوتها بح ولم يستمع السياسيون الآن نأمل أن يستمعوا بعد أن اتضحت الصورة لهذا الموضوع واليوم دعا رئيس المزراء السيد مصطفى الكاظم إلى حوار وطني شامل مع الجميع لكي يتتبلور أمور كثيرة ترجمة نانسي قنقر